الخبر الأول الذي عدنا عن التهجم المتابعين على سيدرة بيوتي فسيدرة نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الصورة اللي تعرضت بها للتنمر فهو من الكومنتات اللي جدتها يقولون شون يسوي بوجهه إنه أنفك كان أحلى قبل من هالكلام فهذه الصورة اللي نزلتها قدامكم اكتبونا بالكومنتات شيريكم بالتنمر اللي تعرضت له الخبر الثاني اللي عدنا عن إنجازات اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو أبو فلا وصول حسابه بالإنستغرام للثلاثة مليون متابع فإن شاء الله ألف مبروك وأقبال العشرة مليون يا رب ولا تنسوا يا حباي بتباركونا بالكومنتات الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين أنس وأصالة على العائلة السوبر فاميلي طبعا اللي شافوا المقطع السابق يعرفون أنه عائلة السوبر فاميلي ما في نسم أنس وأصالة من التعليقات اللي عدهم وحاليا دخلوا على آخر مقطع نزلوا وتنزلوا بيع التعليقات راح تشوفون له كل التعليقات مقلوبة بالإنجليزي ومكتوب عليها جيش أنس وأصالة ولطبعا يريدون يجمدون المشاهدات على المقطع أما بعدها شنو اللي صار فعائلة السوبر فاميلي رجعوا اسم أنس وأصالة للتعليقات اللي عدهم فاكتبون يا حباي بالكومنتات هل يستحقون التهجم اللي تعرضوا له أو لا وشن رأيكم حركتهم برجاع اسم أنس وأصالة للتعليقات الخبر الرابع اللي عدنا عن عائلة السوبر فاميلي وردهم على المتابعين اللي تهجموا عليهم بسبب إخفاءهم من اسم أنس وأصالة والسوبر فاميلي نزلوا على حسابهم بالإنستجرام شوية ستوريات يردون بها على أشخاص اللي تهجموا عليهم ويشرحوا لهم سبب إخفاء اسم أنس وأصالة من التعليقات اللي عدهم فبعد ما نزله هما مقطع الروايد لكن هذا المقطع ينزلوا قبلها بكم ساعة عشان أنس وأصالة منزلين نفس المقطع أو نفس الفكرة بالضبط وردهم هور أنس وأصالة تهجموا عليهم حجة التقليد رحطوكم هذا السوري شوفوا قائز دخلت هلأ على يوتيوب وولقيت أنه الدنيا مقلوبة في كتير كمتس على القناة أنه ليش خايفين اسم أنس وأصالة من التعليقات من قناة سوبر فاميلي أتمنى كمان القناة اللي عملي يمان تنزل الرد اللي صاير أنه بآخر فيديو أنا نزلته على القناة الريويند ساعة بيت أنه أنس وأصالة كانوا منزلين كمان الريويند قبلنا بشوية وقت يعني بكم ساعة بس ففي كتير تعليقات إجتنا على الفيديو أنتو عم بتقلدوا أنس وأصالة فالفيديو أخد معي كتير شغل تقريبا أسبوع فنحن أكيد ما قلدنا في حدا يعني والريويند هدا شي متعارف كتير على يوتيوب فلما بعض الأشخاص كتبوا تعليقات أنه عم بتقلدوا أنس وأصالة في كتير أشخاص على قناتنا بيحبونا كتير فما ردوا صاروا عم بيردوا بالكومنتس ويقولوا توني وكريس ما بيقلدوا حدا وسوبر فاميلي ما بيقلدوا حدا وصاروا هنه يردوا هوليك يردوا صار فيه مشاكل على القناة بالكومنتس ونحن هذا الشيء أبدا ما منحبه وما قالوا معنا لأنه نحن بدنا التركيز يكون على الفيديو ونفسه فحطيت اسم أنس وأصالة بالكلمات المخفية على هيدا الفيديو فقط ليمرق هيدا الفيديو وتمرق هيدا القصة الريويند ونرجع لما ننزلها بفيديو عيد ميلاد مارفل كنا رح نرجع كل شيء مثل ما كان فكتبونا يا حباي بالكومنتاج شو رأيكم بعض الخبر وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع 8 المقطع جاوكم لتسعطون لايك واشتركوا بالقناة كان لكم في اس ديم خاتم منك للقصص وبس مع السلامة